اليوم سوف نشارك معكم روتين رائع للعناية باليدين والرجلين ستشكروني وترحموني عليه إذا كنت تعاني من تشاقات القدمين اللون يدي كورج ليك مموحدش كتحسي بيوم حرشين مع هذا البرد فيوم الحروشية اقدامك مفلحين مشاقحين الوصفة كيومة افكاس ستشكروني وترحموني الوالدين خليكم معي ومرحبا بكم عندي أهلا لغزلات اليوم كديري اللبس عليكم كنت تمنى تكونوا باخر وعلى خير انتم تشاهدوا الفيديو اليوم اليوم اغزلات اليوم وصفة تحت طلب العديد من الاخوات واستغلت فصل الشتاء باش نتفارتها جهة معكم واحد الوصفة افكاسة لبنات افكاس الناس اللي تعاني من تشاقات الاقدام عندك القدم ديالك في الحين حرشين الجلدة عندك القدم قاسحة اللون في القدم ديالك موهم الوصفة اليوم او الروتين دياليوم روتين روعة غديري وغد رجعت شكريني وترحمي الواليدين وكنشوف معظم الناس كيهتموا بالوجه ديالهم بالايدين ديالهم وكينثون القدمات ديالهم اللي حتى همراهم ضروريين حيث من اللي غيجي فصل الصيف غتبغيت تعري رجلاتك غتلق قيمة تعري يعني اللي بغيت يتلبسي صناي دياله غتلقي قدماتك زوينين ورجدك زوينين غتلبسي صناي دياله المو مغزلات ديالي بالنسبة لي انا بحل الوجه بحل اليدين بحل الأدم ديالي المو مغزلات ديالي بلا ما نطول عليكم ندوزلوا مكونات الوصفة وما تنسونيش إلا جربتوا الوصفة ولقيتوا عليها استحسان ارجعوا وخليوا لكومونتاق ديالكم وبرتاجوا الفيديو ديك الساعة حتى تجربوا الوصفة وحتى تنجح معاكم دوزل مكونات الوصفة ومحبابيكم عندي اول حاجة سوف ندوزلوا مكونات الوصفة سوف نحكوها تقريبا واحد جوج معا الاكبار سابون ديالي لان الترطيب ديالي عالي بزف بزف وغناخدوا خميرة الخبز خميرة حبيبات حتى هي زوينة وترطب وكتعطي ترطيب رائع وتعطي نعومة وتعطيب تبييد في نفس الوقت هاد الوصفة وترطب لك حتى ايديك سوف ناخدوا جوج معا اللي حكينا ديال سابون دياليال كمية هاد الوصفة هاد الوصفة هاد الكمية هاديرا غندي لاليدية ورجلية وبالنسبة الوصفة ركدر مرة واحدة في الأسبوع سوف ناخدوا اي خل عندك خل أبيض خل عادي اللي متوفر عندك انا متوفر عند ياد الوصفة غندي فتقريبا ما بين ربعة حتى الخمسة المعالق المهم بالنسبة الوصفة غتعتكم تبييد وترطيب ووحد النعومة رائعة بزف بزف غجر بول بناتع الحسابي ومكوناتها سهلة وبسيطة مو مغزلات ديالي من بعد اشنو غنديروا باش يدوبوا معنا المكونات ونساجموا مع بعضياتهم غناخدوا واحد الكاثرونة غنضيفو لها الماء وغنحطو ديك زلافة ديالتنا وغنديروها فق حمام مريم يعني غنحطها فق البوطة تكون عافية متوسطة وغنبقو نحركو حتى يدوب معنا المكونات كاملة وكتشكل عندنا ماسك رائع سهل التطبيع وحبل ما نطبق الماسك ضروري ما نديروا واحد المغطس للرجلين ديالنا والايد ديالتنا غناخدوا المال يتقدر تحملوا البشرة ديالتنا وغنضيفو علي جوج معا الاكبار ديال ملح الطعام وغنضيفو علي جوج معا ديال الخل وغنضيفو علي سائل استحمام شوارجل صافي وغنخلطو كل شيء وغن هذا غنرطبو في ايد ديالنا والرجلين ديالنا باش هاك الجلد الميت الاوساخ كل شيء يترطب معنا ان شاء الله خصوصا الرجلين قد ما قدرتوا تديروا الماء يكون سخون وتحملوا البشرة ديروه وغناخدو الحكاكة ديالت الرجلين باش كنحيدو ذاك الجلد الميت ضروري من هاد العملية البنات باش ان شاء الله منلي تديري الماسك وديري الوصفة اللي غنشارك معاك تنجح معاك وترجعت شكريني وترحمي لي الوالدين عليها المهم اغزلات ديالي من بعد غتاخدي الملح اللي بقت عندنا وغتديري واحد نصف ليمونة او حامد صافي وغتديري بحالة صنفرة للبشرة ديالت كتقشير للبشرة وانتي كتوركي وانتي كتعصري باش كتحيدي دك السواد الى عندك السواد في المفاصل الى عندك التصبوغات مهم دروري من تقشير البشرة باش منلي كتديري الماسك كتشربوا لنا البشرة وكتستفدوا من المكونات ديالماسك وكنحصلوا على واحد النتيجة رائعة بزاف بزاف حال عودتكم ديما الحمد لله على وصفاتي وغتحصلوا على واحد النتيجة اللي غتعجبكم وغترضيكم وغتراجعوا شكروني وغتدوموا على هذا الماسك مرة واحدة في الأسبوع باش ان شاء الله منلي جي الصيف الارجلاتكم زوينين وتلبسوا صنايدلات القديماتكم زوينين كل شي لكم زوين الممغزلات ديالي من بعد غنطبق الماسك على الرجلية راح ترجليا درت لهم المغطس وحكيتهم مزيان سافوا غنناخد واحد الكيس بلاستيكي وغنديرو الارجلين ديالي وغنلبس وغتراجعوا شكروني وعندما تجد الكيس بلاستيكي على الوصفة تستهدفها مع الجسم ومع الجلد ديالك فالمناتك قد تطبق على الرجل الخراحة وأنا نضع الكيس بلاستيكي وقد نقضي شغلي ومن بعد غزالت ديالي أدر حتى اليدين ديالي هاد الوصفة هادي كتعطيكم طبية ترطي بنعومة ووصفة معمرة غادي تخطاكم غا تقولي عندكم معتمدة غا تدروها وغا تراجعوا تشكروني عليها انا استغليت فصل الشتاء باش نشاركها معاكم ونبارتاجها معاكم باش البنات بزا بك يسولوني في الفيديوهات ناديش نو كتديري اليد ديك را هاد شي اللي كنديرو اليد دي راني كنشاركه معاكم وبالنسبة لليدين كيبانو لكم من التحت ديالهم زهري او للون ديالهم غوز انا غا نوريكم السر من اطراري غا نشاركه معاكم في هذا الفيديو واللي ما تعطي لكم تشي وحده وانا را كل شي كنشاركه معاكم من القلب اور بيشاهد عليها غير نتوما حتى نتوما ما تبخلوش عليها بلاجم وبباطاج الفيديو باش هكا تعمل فائدة غا نخليوا الماسك من المدة 25 دقيعة حتى نساعة يا اما غا تدير اقفازات اذا كنتي بغايت يتشقاي او لا ديري غير هاد الكيس ديال السلوفان ديري اليد ديك وخلي وخليهم را قلت لكم ما بين 20 حتى ما بين 25 حتى ال 30 دقيعة صافي من بعد كتغسليهم غير بالما يكون دافي غسلي بيديك ومن بعد يكون ما بارد وده بان شاء الله غا ندوزو الوصفة لتشاققات الادمين الناس اللي كتعاني من تشاققات الادمات ديولها هاد الوصفة هدي غا تعطيكم تبييد وتبييد وترطيب وغا تعطيكم لون وردي رائع سوف ناخذ فازلين انا بحضر الوصفة لتشاققات الارجلين يمكننا بجرد فازلين ديال 5 درام و هادية الطبية سوف نخليها الوصفة بجرد ووجه وخدود اما بحضر الارجلين يمكننا رائحة الورد و كينا برائحة الحامض انا كنا اخذ برائحة الورد تتعجبني ذيك الريحة ديالت الورد كتجيني في هذا الوصفه زوينه و كنا اخذ العكار ديال الربعوش عشرين ساعة الغنية عن التعريف اللي معروف هذا العكار هذا ما كيش لما كتعرفوش الى ما عندكمش ديروا العكار الفاسي غير هو العكار الفاسي كون ندوريجين الى ما عندكمش هادر تقوم بخمسة دراهم موم انا هذا الوصفه هذي كامل ما كتعنش عليها تبع عشر دراهم سافى الغزلة ديالي غنحاول انى ندوب هدر الكار مع فازلين ومن بعد الغزلة ديالي غناخذ أسبرو الأسبرو الحبة الكبيرة وانا غنعطيكو البديل اللي ما عندوش أسبرو واللي ما توفرش عليه أسبرو بالنسبة للدول المغربية هاد أسبرو اللي كيسع في الحانوت او بالنسبة للدول الاوربية الالعربية بالاون والاللاز الاحبية الأبنى وإلا ما عندكمش خ marin ب LM two li 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 t aran باش كتعادل ديك الحبة الكبيرة دي الاسبرو , فهمسون يا البنات هذا هو علاج تشاقعات إلي عندك القديمات ديولك مشاقين ديري هاد الوصفة لك الزوج ديالك الخوك المهم اش غنقول لكم راح المرارة كتبان من القديمات ديولا وكيف كدت هالله في وجهك وفي ايديك تهالله يحتفرج ليك راح كنشوف بزفة البنات كنشوفهم انا في المحلات اولا في الاسواق اولا في البحر اولا في لاب بيسين قيامة لاب بيسين والبحر في الصيف كنشوفهم هتمه في وجه ديالها وقدامها هاكاك مشاقين في اللحين المهم غتاخذوا المكونات غذيفهم في حمام مريم باش كتدوب معنا ديك فازلين والعكر وكتتخلط مع هاديك اسبرو وكل شك ينساجم وكل شك يتخلط لينا رضغيا رضغيا ديال الوصفة ضغية كتدوب معاكم اغربا ديك الحرارة ديالة البخار كتدوب وهاد الوصفة راها ناجحة وكنتمنى منكم انكم حتى الله وحتفر جليكم لان واحد المنظرة يكون قبيحة بالنسبة للراجل وكتبت لكم بحل وجه كتبت لكم بحل وجه وكتبت لكم المهم غنضيف عليها من بعد ما كان حايدو غنضيف عليها اما ملعقة كبيرة من جيل اولويفيرا او ملعقة من زيت الجليسيرين راح بجوجزوين زيت الجليسيرين توره عالي الترطيب والاولويفيرا حتى هي راح كترطب اللي متوفر عندكم سوف نخلطها مزيان فهاد العملية هذي حاولوا تسرعه حاولوا تسرعه من اللي تخلطه حاولوا تسرعه وغناخد العلبة نيت نفسها اللي كان فيها فازلين غنرجع لها المكونات كاملين وغنخلط بسرعة باش هكا لان الحال بارد ضغياء ستجمد معانا المهم المهم ما تنسونيش البنات من بارتاج وجيم الفيديو فهل لا جيت على خاطركم فضلا وليس امرا الاجت على خاطركم ويلا كنت ساهل ويلا درت الوصفة ونجحت معاكم هاد شي اللي كان طلب منكم المهم ودب ان شاء الله هانتما شوفوا اللون ديلها من بعد ما كتجمد شوفوا اللون كتعتى واحد لون زهري رائع طريقة الاستعمال سوف تطبع على القديمات و تضع السلوفين و تضع السلوفين سوف تضع السلوفين و تضع السلوفين و تضع السلوفين سوف تزيد ما عليهم الظلمين أو شيء اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة